زيادة جديدة في معدل الرسم الضريبي على واردات مادة الأرز جاءت ضمن القانون المالية المعدل لسنة 2015 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية إجراء برره وزير المالية بأنه يأتي في إطار جهود تقوم بها الحكومة الموليتانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز متحدثا عن إجراءات متخذة لتحسين جودة الأرز الموليتاني وتشجيع المستهلك المحلي وهو حديث يحيل إلى تصريحات سابقة للرئيس محمد ولعبد العزيز يؤكد فيها ارتفاع الانتاج الزراعي الوطني من مادة الأرز فقد قال ولعبد العزيز خلال خطابه في قمة السلس بالعاصمة المالية باماكو منتصف شهر أبريل الماضي إن الإنتاج المحلي في موليتانيا من مادة الأرز في العام 2014 حقق استجابة تصل 70% من حاجيات السكان بدلا من نسبة 35% عام 2009 كما صرح ولعبد العزيز في خطابه بمعرض ميلانو قبل أيام بالقول إن موليتانيا تنتهج سياسة زراعية استباقية مكنتها من تحقيق اكتفاء ذاتي من مادة الأرز بلغ نسبة 35% غير أن الأرز المستورد ظل يأخذ حيزه الكبير هنا في الأسواق المحلية وبحكم فارق الجودة كما يقول البعض فإن الإقبال عليه يبقى واسعا وهو ما يعزز الخشية من تأثير زيادة الرسوم الضريبية الجديدة على واردات الأرز في أسعار هذه المادة التي تعد من بين المواد الأساسية الأكثر استهلاكا في البلاد شكرا